سلام عليكم يا صبايا كيف حالكم ان شاء الله يارب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين اليوم هعمل معاكم خليط النحل المالحة بحشوات مالحة بس بدأت عندكم من عندي البوتجاز لانه طلبتوا مني تنظيف سطح البوتجاز بس تنظيف عميق فصورتلكم اياه وهوريكم اياه ان شاء الله بعد هذا الفيديو مباشرة هلجيت هبدأ معاكم المقادير تاعت العجينة انا هنا عملت 10 كاسات من لطحين انا كنت منخلة 12 كاسة واختت منهم بس 10 في عجينة هدي سهلة جدا وبتقابلة للتشكيل في كل انواع المعجنات ممكن تستخدميها بالبداية عندنا هنا المكونات هتكون مية دافية هوريكم شو هعمل في جات احنا خلت ال 12 كاسة وفي جات تاني هحط معلجتين كبار من حليب البودرة عليهم معلجتين كبار من السكر وبعدين هحط عليهم معلجة ونص من الخميرة الفورية ممكن تحط الخميرة البيرة لمكعبات بس طبعا دوا بيها كويس وحط عليهم مقدار من المية الدافية العجينة هادي بتشبه العجينة تاعت العشر دقايق ولكن بتختلف اني ما حطيت عيار المية من الاول كله عجينة العشر دقايق لازم تحط عيار المية كله من الاول هحركهم مع بعض عشان يتجانسوا مع بعض والدوب الخميرة بالنسبة للمقدار اللي انا استخدمته اليوم بعمل صنيتين كتير كبار يعني بعمل صنيت فورون كبيرة وكمان صنيت بيتزا كبيرة يعني ممكن اذا عندك صوانيكي وسط او من المستطيلات الوسط يعملك ثلاث مقادير ثلاث صواني هنا انا عملتها على الغدا فعشان هيك عملت حشوات مالحة وبالنسبة لخلية النحل هي اسمها خلية نحل لازم يبقى العجين ملزق في بعضه على شكل خلية نحل لكن انا بعملها هيك لما تكون حلوة لكن لما تكون مالحة بحب ابعد شوية بينهم عشان بدي النار تفوت وتساوي بينهم وبين بعض وتساوي الحشوة من جوا اما خلية النحل الحلوة لازم تزغري القطعية شوي وكمان ترسيهم جنب بعض عشان يعملوا شكل خلية النحل هل جيت حطيت مقدار من اللطحين يعني ممكن تحطي اي مقدار بس لازم يكون سائل معاكي انا هنا حطيت كاستين بس من اللطحين عشان هما اللي هنختبر فيهم نشاط الخميرة الحكاية دي بتخليكي تعرفي هل الخميرة تكشغالة ولا لا لانه في كتير بيحكولي صبايا احنا مشينا على الخطوات ولكن في كذا وصفة يعني مش من انا وصفات قناتي لكن ومشينا على الخطوات في كذا يعني وصفة اخدناها لكن ما خمر معانا العجين ولا اعطانا الشكل اللي بنمجل شايفينه في الصورة المصغرة اللي هو اصلا لفت نظرنا وخلانا نفوت نفس الفيديو فبيكون هنا الاشي صبايا اللي صار معاك وانه خميرتكم اركونا على جنب او قديمة فما اشتغلت معاكم منيح فاذا عملتوا الحكاية هدي بتخلي دايما تخليكي تعرفي هل انه خميرتك شغالة ولا لا هلجت هغطيهم بعد ما حطت عليهم كسين لطحين هغطيهم وخليهم على جنب لغاية ما يخمروا في هذا الوقت هعمل اي اشي تاني انا هنا هستخدم معاكم في العجينة كباية الا ربع من زيت الدراء ما بينفع تعملي في عجينة العشر دقايق او في عجينة الخلية زيت زيتون لانه زيت الزيتون تييل وما هيخلي معاكي مسامات الخلية تكون يعني هيكة يعني مساماتها متفتحة وهشة ونافشة لا هيكتمها شوية زيت الزيتون باستخدم بس في العجينة تاعت اللي بنعملها للبيتزا وانا شخصيا ما بحط زيت الزيتون على عجينة البيتزا الا بكمية جليلة يعني تلتين الكمية بتبقى الزيت دورة هنا الحشو هستخدم معاها جبنة الفيتا المالحة اي نوع جبنة فيتا او من الجبنة البيضة اللي بالشكل هذا موجودة عندك ممكن تستخدميها هلجت جسمتهم نصين نص هحطوا عليه زعتر بلدي بالشكل هذا اي نوع زعتر موجود عندك حطي بس طبعا ما بينفع زعتر الاوريجانو لانو الاوريجانو حامي كتير ومالح كتير يعني حد كتير ما بينفع تحطي منه على الجبنة لازم يكون الزعتر اللي هتستخدمي في الوصفة هدي الزعتر اللي بنغمسه مع الزيت يعني زعتر اللي بيكون فيه سمسم حطيتها الجيت زيت زيتون يعني ما بنخلط بس الزعتر مع الجبنة لأ بنحط عليهم زيت زيتون عشان يعطينا طعام كتير لذيذ العجينة هادي ممكن تستخدميها لكذا شغلة هي نفس اللي انا بعملها للكروسون بس باختلاف بسيط الكروسون بحط عليه ساعات علبة لبن زبادي لكن عامتان الطريقة هادي في العجين اللي هي العشر دقايق كتير بتطلع لك نتيجة حلوة في المعجنات وبتكون كتير هشة وحلوة وبتضل طريقة لتاني يوم هزود شوية زعتر كمان عشان يطلع معي هيك طعم الزعتر جوي اذا ما عندك زيت زيتون في الوصفة هادي ممكن تحطي بدل الزيت هذا الزيتون تحطي في المرحلة هادي زيت دره عادي ما في مشكلة بس طبعا زيت الدره لازم يكون طعمه زاكي مش زيت الدره اللي بيكون مش دره يعني عفوان صوية او من هاي الانواع لا يكون هيك صافي مسلا من انواع الحلوة لطعمها حلو في الاكل هلجت بعد ما خلطتم بيكونوا معايا بالشكل هادا ممكن الزاو دي كمان شوية سماج ازا بديك لكن الزعتر اللي انا عندي محطوط عليه سماج ففيه هيك طعم الحمودة الحلو في هادا المقدار من الجبنة هحط في الفل احمر هلجت العجينة زي ما انتو شايفين صارت هيك مسكت في بعضها شايفين لما تفتحيها من النص بتلاقي فيها مسامات هلجت هيك معنا الكلام انه العجينة خلاص انه فعلا خميرة ممتازة وانها تشتغل معاي هحط الكباية الا ربع من الزيت وهحرككم كويس لغاية ما حس انه الزيت داب مع العجينة نفسها انا بستخدم هنا المعلجة الخشب في المعجنات لاني بحب اني اخلط مقدار لطحين كله او تلتينه في المعلجة الخشب عشان خاطر ما هيك تحطي ايدك من الاول وعلى طول ايدك هيك تتملع عجين ما هتقدري تتحكمي كويس وهتحسي هيك بشعور بدايك فمن الاول حطي بالمعلج الخشب حركي هلجت انا حطيت شوية مية دافية كمان وحطيت الملح ما حطيت الملح من الاول لاني من الاول حطيت السكر مع الخميرة والسكر بتفاعل مع الخميرة وبطلع النتيجة افضل اذا ما حطيتي مع الملح من الاول لو حطيتي الملح من الاول السكر يعني ما بتفاعل مع الخميرة منيح وبيبطق من عمل الخميرة هليت هحط الطحين وهضلني اخلط لغاية ما احس انه العجينة اتشاربت المية كلها لو حركتي في هذه المرحلة بالمقبل يعني بالمضرب السلك ممكن ينكسر معاك لانه العجين تجيل فانا بفضل المعلقة الخشب في العجين من الاول اللي ما عندهم العجانة الكهربائية هضلني احط فطحين واخرق لعند ما احس انه العجين اتماسك وبعدين بقى انا باستخدم ايدي وعادي بابدأ اعجن المعجنات عامة اذا ما عندك عجانة ممكن تطلع كتير حلوة وازكة كمان من اللي فيها من العجانة لو عجنتيها 10 دقايق كاملين دائما المعجنات اعجنيها 10 دقايق يعني احسب عساها 10 دقايق من اول ما بتحطي ايديك وبتبدأ تلمي في العجينة 10 دقايق كاملين اعجني فيها بتطلع كأنك عجناها على العجانة الكهربائية هل جيت بعد ما تشاربت هبدأ انا اعجن وهيك افضل من اني احط ايدي بالاول من المية وتصير هيك تلزق وتدبق وتغلبني فانا بحب اعمل هيك بصراحة هل جيت بعد ما تشاربت عجنتها مدة 10 دقايق كاملين يعني صارت يعني تشتكي فعشان هيك بحكي لكم اعجنوها كويس 10 دقايق بتصير بالطريقة هادي وتبدأ على طول لخيوط هيك على طول تتخ يعني تتفاعل في العجينة نفسها وتعطيك نتيجة كتير حلوة هل جيت ما في داعي انك تحطي عليها زيت درة او زيت زيتون من السطح وتغطيها لانه اصلا كمية الزيت محطوطة فيها هي العجينة فيها زيت فما هي يشف معاك السطح فورا نحطي عليها بس كيس بلاستيك وتركيها في حرارة المطبخ بس لمدة هيك ربع ساعة هل جيت بدي احكي لكم عن اشي مهم كتير يصبية بالنسبة للعجين بس طبعا قبل هيك بدي اوريكم انه بدي احط فلفل احمر على الخلطة هادي الجبنة هاي هنا طبعا الفلفل الاحمر انا دايما بحكي في فيديوهاتي انا دايما بجيبه من عند جارتي غادة لانه بصراحة لا يعلع الفلفل الاحمر تبعها وطلبت منها تعملوا على قناتها وان شاء الله هتعمل لكم اياه بس طبعا انتوا اروحوا اطلبوه منها روحوا على قناتها واطلبوه منها قلو لها بدنا الفلفل الاحمر اللي بنشوفه عند رشا في مطبخها شوفوا لونه مأحلى بعدين بتعملوا بطريقة لهو مالح ولا هو مثلا حراجي كتير اللي صغير ما يقدر يكلوه بيطلع بجنن يعني حرجانه معقول ومهما تضل في التلاجة ما بيخرب بس انا كل ما بستخدمه بحط على وشه شوية زيت زيتون فما بشتري ابدا الفلفل الاحمر ولا بجيبه من عند اي حدا الا من عند غادة دايما بتحسب حسابي في جزازة شايفين هاي الخلطتين صاروا جاهزين وهبدأ على طول اشتغل في العجينة بالنسبة للعجينة في شغلة بيعملوها كتير الصبايا بشوفها على القنوات انهم بيخلوا العجينة تخمر على الاخر وبعدين بيفتحوا عليها وبعدين بينزدوا منها كل الهواء وببدأوا يشتغلوا فيها هاي الحكاية صبايا بتخلي معاكم العجين تاني يوم يي بس وبصير يقطع معاكم يعني البيتزا لو باتت لتاني يوم بتصير تقطع معاكم بصير طعمها مش زاكي ابدا ورحتها كتير خميرة لا انا هادر يعني لو بدي اترك العجين زي ما انتو شايفينه هذا لو بدي اترك العجين كمان هيعب الصحن ويطف عنه ساعتها هافتح علي واضطر اني انزل منه الهواء وارجع تاني اشكله بعد ما نزل منه الهواء هيك بيكون طعمه كتير كتير خميرة فانا ما بفضل الطريقة هاي بصراحة بحب اني انا في نص الوجتي يعني مثلا انا هنا خمرتها تقريبا نص ساعة اول ما مرت 15 جيجا فورا فتحت عليها وبدأت اشكل عشان تكمل الخمرية تبعتها في الصينية نفسها وهي فيها الحشوة اما لما اخليها تضاعف كل المقدار وارجع اطلع منها الهواء وارجع احط فيها تاني مرة خلطة واحطها في الصينية ترجع تخمر تاني هتشرب كل الزيت الموجود في الصينية وهتصير تاني يوم معاك هيك ناشفة ومقطعة وريحتها كتير خميرة ومزعجة جربوا اعملوا زي ما بحكي لكم شوفوا الفريق هلقيت بسطت قطعة عجين في ايدي وحطت فيها الخلطة عادي ودهنت الصينية زيت وحطت فيها الكرة وهعمل هذا السطر كله يعني بفلفل احمر وسطر تاني بزعتر وهيك لغاية ما خلص الصينية شايفين طريقة التقطيع باخد قطعة وبرلفها من تحت وبخلي السطح الاملس لتحت لفوق هيني الحين ببسطه بصير ايك املس بعدين بفتحها اكتر ما بقدر في ايدي وبعدين بحط الفلفل الاخضر الفلفل عفوا الاحمر مع الجبنة وبسكر عليها بتتسكر كويس ومن تحت لازم تضغطوا عليها عشان ما تطلع الخلطة في الاسناء الخابز بلفها بالشكل هاد عشان تأكد انها تسكرت منيح وبحطها في الصينية وانا بجيسها بايدي بالطريقة هاد عشان اعرف انه كل العجين هيطلع نفس الشكل ولا لا هالحين طول ما انا بشتغل في العجينة وهي عمالها بتخمر لكن لو انا خليتها تخمر من الاول كل الكمية بصراحة بتعطيك ريحة عجين يعني ريحة خميرة كتير كتير متفاعلة وزي ما حكيت لكم تاني يوم تبدأ تيبس وتقطعوا ريحتها وحشة خالص هستمر هخلص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه وهتركهم لمدة 10 دقايق وبعد نخبزهم فورا هنا غطيتها بشارشة في مطبخ بس لمسافة ما عملت الصينية التانية شايفين؟ بتضعف حجمها ولو تركتها اكتر من هيك هتكمل الصينية وهتتملة في الصينية اكتر لا انا بس هاي الكمية بس من الخمرية حطيتها وبس هلجيت هدهن على وجهها بيض محطوط عليه ربع معلجة من الفانيليا وهرش عليها سمسم بالنسبة لدهن البيض يا صبايا ما تخلو البيض يوصل للاطراف لانه لو وصل يعني بس ع سطح العجينة اعملو لو وصل لاطراف يعني الكرة نفسها بتصير لما تخبزيها تيبس البيض يعني البيض بيستوي في الاخر فبييبس البيض من الاطراف وبيخلي العجينة لما تيجي تتمدد تفسخ معاك من الاطراف هادي النقطة كتير مهمة وانسألت عليها انه ليش لما بندهن البيض اطراف العجينة بتتفسخ معانا وبتطلع منها الحشوة لانه بتكونوا دهنتوا جبتوا البيض على اطراف الخبزة نفسها على اطراف الكرة نفسها لأ لما تدهنوها تحطوه على اطراف بس على السطح والاطراف خلوها ما في عليها بيض عشان هييبس البيض وهتصير العجين عشان تتمدد تطلع من الجوانب وتفتح من الجوانب عشان تلاقي لها مكان تتنفس منه هاي شايفين الجوانب ما فتحت معايا أبدا وشو بدأ أحكي لكم ريحتها يعني تحفة أنا عندي هنا الكاميرا كتير بتظل مواصفاتي بصراحة لأنه كاميرتي كتير يعني متدهورة فكتير كتير بتكون خميرتها حلوة وبيكون خبزها حلوة بيكون طعمها بجنن وما فيها ريحة المعجنات السيئة اللي هيك يكونها خميرة وطرية طرية والله لتاني يوم ولتالت يوم بضل طرية بالنسبة للي هنا عنا في فلسطين هذا الطحين اللي أنا اشتغلت فيه هو طحين الوكالة اللي بنشتريه من الوكالة واللي بيستلموت عين المؤن فهذه الطريقة في المعجنات للي عندهم طحين الوكالة لأنه مش متعدد الاستخدمات بصراحة لا يصلح للاستخدام الآدمي أنا بحسه بس إحنا طبعا إنتوا عارفين أنه الستة الشاطرة بتعمل من السيخ شربات زي ما بيقوله فالطحين المؤن ما بيمشي معاه إلا هذا النوع من العجين يعني الطريقة هادي في العجن في المعجنات وانتوا عارفين أنه على طحين بتيجينا في فلسطين سيئة جدا كلها تدعم من بره وما بحسها أبدا يعني يعني نوعها نظيف هل يتشوفوا من جوا كيف بتشاهي 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 بتشاهي